احيانا لما بيبقى لعيب كرة بيفكر بعد كده يخش السلك الاداري او سلك التدريب انت اختلفت عالناس كتير قوي ودخلت على سلك التحكيم هل لعبة كرة القدم وانت اديتك فرصة ان تخش التحكيم اسرع وليه ما فكرش في التدريب انا برضو حاجة كابتو مصطفى هتتفاجئ بيها انا انا دخلت التحكيم بالصدفة انت كل حياتي انت قولت لك طيب ماشي عمالشي يعني انا 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 زي ما قلت لك انا في نادي موظفي الحربية اه وانا موقوف لان كنت بطرت كتير انا بقولك انت بان في الصورة في تول فانا موقوف اه وبعدين في مباراة ودية وانا مش هلعب فبيجرب كابتن طولب الله يرحموه كان بيدرب ماتش ودي بصها بالزبط كده هوا ده الملعب بتاعنا فانا انا مش هلعب الماتش فالكابتن طولب قال لي ام حاكم ام حاكم المباراة فاخدت الصفارة وانزلت حاكمت فانا بقى ملعكبتن الفرقة فانا بحاكم ما حادش قدر يفتح بقه ولا يتكلم صاحب الملعب اه فاول ايه ما حادش يتكلم ارجع عشر يارضا كده فالكابتن طولب قال لي ده انت حاكم هايل بعد ماتش بخلص لترازي تخش التحكيم وانا هو لنبيهك لحاجة زي اه والله وساعتها كان فيه فعلا دفعة جديدة فقدمت وانا بحادش معرف عني حاجة انا احنا بنلعه على درجة تالتة قدمت للتحكيم بصصورة دي انا عندي 17 سنة كابتن امتحكمت دخلت ما قدمت التحكيم كان تقريبا سنك كم سنة كان عندي 22 سنة 22 سنة اه ودخلت وبعدين ما حادش يعرف عني حاجة بقى يعني تعرفت صحفرة دي زمان كانت ايه وليلة جدا الكرة والملاعب الجمهورية حتى مش عارف ايه مفيش اخبار بقى للدرجة التالتة وكده اه فلما جيت دخلت التحكيم ودخلت الامتحان ونجحت فطلعت الاول على الجمهورية فلقيت صورتي نازلة في التلت جرايد وحكم اول دفعة الحكام لاعب درجة تالتة وصورتي ده شجعني او حببني او في التحكيم انا بلحب كورا بقى لي عشر سنين بحاجة جاب سيرت اه ولا حد يجاب الصورة ولا حتى جاب لي حتى خبر اه لما دخلت التحكيم ودي برضو او تاني واحد لا انا اول واحد من الناحية دي كده اللي تحت اه اللي تحت اه فاول ما بذكت الموضوع ضرار على فكرة حاكم اه طبعا معنا في دور كان مباراة في دول الشركات اعتقل فلما جيت لقيت نفسي بقى صورة وكلام عني ده ده قصة تانية حببني او في التحكيم بقى ده لطلع صورة الناس كلها شافت صورتي وعرفوا هل كان في ذهنك انك تبقى في تخش فعلا التحكيم ولا كان في انت حطف الاعتبار كنت ان انت عاوز اطلع مدرب ومدرب كواس بعد مضطر لا انا كنت في حابب التدريب اكتر حابب التدريب اه وخدت دورات المدربين كمان اه انا على فكرة دفعتي في دورة المدربين كانت تشطر شطر اه اخدنا الدورة اللي هي كانت بتتعمل في الاستاد لا مش السي السي دي لسه جديد العادية اللي هي كانت تعمل الدورة بتاعت زمان اللي كان بيعملها اساد زد كل التربية الرياضية ايو 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 الدكتور محمود ابو العنين اللي ارحمه اللي ارحمه والدكتور صابري فانا اخدت الدورة دي وكان معايا حازم خالد ومعايا شطة تدريب اه كانوا دفعتي في تبعا ده كابت محمد حسام اللي ارحمه الله يرحمه يا عسينين كابت نضي الله يرحمه اه كابت حسام محمد احنا كنا هنا بنلعب على فكرة كورة كان دي نشاط زمان معمول للحكام مثلا حكام القاهرة يلعب حكام برسعيد اه فده كان ماتش بين حكام القاهرة و حكام برسعيد في البنك الاهلي كانت الدنيا حلوة قوي اه اه اه